سؤال يعني انت عارف انا سيد درويش زي زي اظلنا ناس كتير من الناس اللي قدي احنا بداية معرفتنا بسيد درويش فيلم سيد درويش لالله يرحمه يا رب كرم مطاوع فده كانت بداية اندهاري بقى بسيد درويش فبدأت عودة اسمع بسيد درويش ده بجد وكنت عادة صغير وكان شيء مستغرب جدا يعني حس ان انا عجوز في نفسي كده بسيد درويش ده عبقرية فزة صح طبعا يعني حاجة كده يعني زي نقول كده عبقرية لانت تكرر يعني ان في حد يبقى بالروعة ده وبالشغل بتاعه ده ويبقى يقدر يطلع كمية الالحان وكمية الروايات وكمان العصر اللي هو كان موجود فيه كان عصر فيه قامات كبيرة جدا من الناس اللي لهم اسام كبيرة طبعا يعني احنا لو جينا مثلا نقول ان شيخ سيد درويش لما جيه مصر يعني لما جيه القاهرة كانت يعني يعتبر الحاجة اللي هي يعني يعتبر ان الانطلاقة الكبرى بالنسبة لسيد درويش وانه خلاص يعني سمع في كل حتة اساسا في الوطن العربي كله لكن لما نيجي نتكلم في الوقت اللي هو كان موجود فيه سيد درويش نفسه هنلاقي بقى الفرق الكبير اللي كانت موجودة فرقة علي الكسار فرقة الرحاني فرقة جورجي أبيض وعزيز عيد فرقة مونيرا المهدية فالأسامي دي كلها يعني كل الأسامي دي كلها كانت في شارع ماد الدين فكل الناس دي كانت بمثابت ان انت كل يوم يعني كل يوم فيه عروض وفرق وحركة فنية وبعدين حضرة كمان لما تسمع مين اللي كان موجود أساسا في الموسرين لما تقول بقى ماري مونيب وما تلاقي حسين رياض فؤاد شفيق أخوه وتلاقي بعد كده الكنيسة الصغيرين إسبعيل ياسين حسن فايق يعني لدرجة ان فيه حاجة فيه ناس ما تعرفش كتير جدا ان فيه روايات على فكرة سيد درويشي اللي اتعاملت زي العشرة الطيبة او العشرة الطيبة ازاي بقولوا مثلا او البروكة او شهر زاد يعني كتير جدا من روايات محدش يعرف على فكرة ان الموسلين احنا ابتدينا نشوفهم بقى في السينما لما ابتديت السينما تدخل بقى لما ابتدينا نشوف بقى حسين رياض هو كبير كده مش عارف ايه وحسن فايق وكل الناس اللي موجودين دول الناس دي هالفكرة هالي كان بتغني فيه الروايات اساسا بتاعت سيد درويشي حسين رياض ممثل في العشرة الطيبة وعلى فكرة ليه كمان جزء على فكرة من الغناء يعني والله الله اه طبعا بس انا عندي العشرة الطيبة الهيه مش طبعا مش بصوت سيد درويش لكن فيها حسين رياض وانا كنت باعد اسمعها من هنا طب انا عندي بقى تسجيل اصلي بتاع حرج علي يا بابا ايما الحاجات دي على فكرة فيه حاجات على فكرة موجودة وفيه حاجات ممكن تبقى نادرة جدا ممكن حضرك تشوفها بس بتاعت الحاجات دي بتزهر دلوقتي يعني الحاجات دي بتاعت تزهر بقى دلوقتي بقى بتاع السوشال ميديا واليوتيوب واليوتيوب عملوا اللي اه فيه حاجات كتيرة جدا نسبة فرق كتير انتو الفرق بقى لها قدقية بس فيه حاجة بس هايزة ولها لحضراتك عليها عشان هبنكلم عن سيد درويش مش عايزين نبخص حق ناس معينة هي اللي وسطت لنا سيد درويش حتى لو بسطت على فكرة الفرق هتلاقي ان فيها اجيال مختلفة طبعا وده مش القوامل الفرق اكبر من كده كموسيقين وكمان كمطربين انتو كم واحد احنا حوالي بالضبط خمستاشر والموسيقين مثلا على حسب الحفلة مثلا ممكن يبقى عشرة مثلا يا سيدي او خمستاشر برضو ربنا عزين فسيد درويش وصل لنا احنا كان من خلال الاسادزة والعظماء اللي هم عملوا شهر زاد بعد كده وعملوا العشرة طيبة بعد فهنلاقي بقى كريم محمود وهنلاقي بقى عبدالغني السايد وهنلاقي ابراهيم حمودة وهنلاقي اسماء كبيرة جدا على فكرة هي دي اللي وصلت جيل بعد جيل بتدت تحفظ لحد ما وصلت لنا دلوقتي واحنا برضو على فكرة النهاردة يمكن احنا بنحتفل بمقوية احنا بنحتفل بمقوية شيخ سيد درويش ودي حاجة مش هتتكرر اعتقد ان مش احنا اللي هنعمل وعشان كده بقول لحد دي هتفضل طول عمرها موجودا الموضوع ده ان احنا بنحتفل بمقوية هذا الفنان العظيم اللي هو اساسا ميت 31 سنة وكم شهر وعمل كل ده وعمل كل الكلام ده يعتبر على فكرة عاف لما تحس كده حاجة انت ان سيد درويش ده صاحب الشركة يعني تحس ان هو القب المؤسس اه تحس على فكرة حتى هتلاقي ان كل الناس اللي جات بعد سيد درويش يعني زي طبعا القيمات مع الحفاظ طبعا على القاب وكده محمد عبدالوهاب رياض الصنباطي سيد مكاوي كل الناس على فكرة كلهم كبار ورائعين مهماش قد سيد درويش بقى لا انا بكلم ان هم غنوا لسيد درويش كمان مهم في بدايتهم كانوا بيغنوا لسيد درويش محمد عبدالوهاب فضل فترة طويلة جدا متأثر جدا بشغل سيد درويش على فكرة في ادواره وفي الموشحات والحاجات دي كلها حتى هتلاقي ان في حاجات قريبة جدا من نفس الشغل اللي كان بيعملوا سيد درويش اشتركوا في القناة